السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين أينما كنتم أهلا ومرحبا بكم منح موقع سكواكا الإنجليزية النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول أعلى تقييم في مباراة ريتز أمام وستنهام التي أقيمت بينهما على ملعب أنفيلد رود بالجولة 28 من الدول الإنجليزية ونجح محمد صلاح خلال المباراة في مواصلة تقديم نفس أدائه الرائع منذ بداية الموسم حيث سجل هدفا وصنع آخر ليساهم في فوز ليفربول أربعة مقابل واحد ومنح الموقع الإنجليزي محمد صلاح ثماني درجات بالتساوي مع زميله إمريكان الذي صنع له صلاح الهدف ليكون اللاعبان صاحب أعلى تقييم من بين كل لعب الفريقين في المباراة وقال سكواكا عن صلاح إنه يمكن اعتباره أفضل لاعب في الموسم الحالي للبيرمريليك وأنه كان قريبا من التسجيل بعد ثلاث دقائق فقط من بداية المباراة لو لا تصدي القائم لتزديدته إلا أنه نجح رغم ذلك في هزد الشباك وتساوى محمد صلاح مع هاري كين نجمة توتنهام في صدارة ترتيب هدف الدوري الإنجليزية برصيد 23 هدف كما أنه أصبح أول لاعب يسجل 31 هدف مع ليفربول في كل البطولات منذ لويز سوريز الذي فعل ذلك في موسم 2013 و14 قبل رحيله إلى برشلونة الإسبانية وكلاهما فعل ذلك في 37 مباراة محمد صلاح أصبح أيضا أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزية يسجل 20 هدف بقدمه اليسرى ليدخل تاريخ البرمليك من الباب الذهبية السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله